من الباب العريض خرجت جيوش الدول الغربية من أفغانستان ومن النافذة يحاولون العودة والتدخل من جديد هذه المرة عبر استراتيجية حققت مرادها في دول كسوريا والعراق وليبيا شارك في تعميمها برنار هونري ليفي أينما وجد هذا الرجل طال أمد الحروب وسفك الدماء ينشط ليفي في هذه المرحلة عبر ددوات يشارك فيها إلى جانب المؤثرين في الرأي العام ولدى أصحاب القرار في أوروبا من أجل حجد الدعم لقوات مسعود البنشيرية والهدف التحريض على حرب أهلية في أفغانستان ما علينا القيام به هنا هو تقديم كل أنواع الدعم لقوات البنشير بما فيها الدعم العسكرية هؤلاء يقاتلون من أجل الديمقراطية وحقق الإنسان ويمثلون الدرع الواقية لنا نحن في الغرب من خطر الإرهاب وبالتالي على الديمقراطية الغربية أن تلبي نداء أحمد مسعود لعدم الاستسلام ومقاومة طلبان ورغم فشل الولايات المتحدة والدول الغربية في تثبيت نظام موان لها في أفغانستان تدعو قوات مسعود الدول الغربية لمساندتها ما ننتظره من العالم ولا صيام من الجزء الغربي هو أن يخارب من أجل قيامنا المشتركة نحن نؤمن بالديمقراطية وهم كذلك نؤمن بحقوق الإنسان وبحقوق المرأة وبأشياء أخرى مشتركة وهم كذلك لذلك ما نطبه منهم هو أن يقاتلوا من أجل القيام المشتركة لبرنار هنري ليفي تاريخ من التحريض في الدول العربية والإسلامية كالليبيا التي لا يزال حتى الآن يدافع عن دوره فيها رغم المآسي والفوضى المستمرة في هذا البلد منذ أكثر من عشر سنين إذا كان برنار هنري ليفي عراب حجد الدام لقوات مسعود البنشيرية ضد طالبان فهذا يعني وسنادا إلى تجارب هذا الرجل أن أفغانستان ستواجه خطر حرب أهلية تجهز على ما تبقى من هذا البلد موسى عاصي جنيف الميدي